فالضغوط هتبقى بتفضل موجودة وهي جزء من الرحلة بسينا نتابع معها زي؟ طب تمام أول حاجة أنا لازم أبقى جزء من معرفتي بنفسي هيخليني أعرف أسرد أو أعمل لستنج للضغوط اللي أنا بتعرض له لأن أنا ببساطة غير بعض أنا بشوف ناس بيتعرضوا الحاجات قوية جداً وهما مش بيعتبروا دية الضغوط المتانة النفسية والنشأة والعيشة اللي هم عاشوها خلتهم نظرتهم للحاجة مختلفة عني واحد عاش ونشأ وتربى بطريقة مريحة شوية بتلاقي حاجات أبسط بكتير ممكن تبقى بتضغطه أو تدايقه أو تتعبه فبتبقى أول خطوة حاجة اسمها الاثنالجمنت إن أنا أبتدي أعمل لستنج وأبتدي أكرر إن الحاجات اللي بتضغطني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة حطتهم في لست شوفتهم قدام عينية متأكد منهم لأن أنا بشتغل مع نفسي عشان نفسي يعني إنا نعتبر داتة دريب ندي للناس النهاردة قدر نعملوا النهاردة حط نفسي قدام نفسي بقى أمسك وراء وقلم واكتب الحاجات اللي أنا جوه نفسي بتدايقني زي ما حضرتك بتقول وفي منتهى الصراحة مع نفسي لأن أنا مش بعمل ده عشان حد تاني أنا بعمل دوت لنفسي وبعملوا بنفسي فيه ناس عايزة أقول له حضرتك بيجوا في الجلسة بقول له اكتب الحاجات دي وما توريها ليش الحاجة اللي محتاج رأيي اسألني لأ بتشوفي تغيير حتى لو أنا مؤثر في حق نفسي في حاجة أكتبها برد طبعا بقول له دي اسمها حدود بقول له دي اسمها أن احنا بناخد بالنا من رأي الناس أكتر من راحتنا بقول له دي اسمها كذا بسمي له الحاجات لأن جزء كبير من الجلسات اللي احنا بنعملها بيبقى هدفة تصحيح الأفكار فيه أفكار كتيرة بنبقى طلعين بيها من المجتمع والنشقة ما بتبقاش حقيقية مجرد بس أنك بتقول الفكرة ونصلح الفكرة ساعت دا بيبقى الحل ساعت بيبطل يتغطل